يستطيع هذا الرجل المشي من جديد بعد تعرضه لحادث شل قدرته على الحركة من الصدر وحتى أخمس القدمين وذلك بسبب قطع حبله الشوكي تماما من المنتصف خطوات صغيرة لكنها كانت كافية لتغيير حياة هذا الرجل ديريك فيدغا البالغ من العمر 38 عاما وأعطت بصيصا من الأمل للكثيرين ممن فقدوا القدرة على المشي والحركة ولعلاج القطع الحاصل في حبله الشوكي تم استخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من التجويف الأنفي لديريك وتم زرعها في المنطقة المصابة من الحبل الشوكي ثم قام الأطباء باستخدام عدة شرائح من الأنسجة العصبية من كاحلة وتم وضعها بالحبل أيضا الفكرة من وراء ذلك أن أعصاب الكاحل والخلايا الجذعية للأمف تعمل بمثابة جسر يسمح للألياف العصبية بالنمو على عكس جميع الألياف العصبية في جسم الإنسان هذه الألياف تنمو باستمرار طول حياة الإنسان كما أنه إذا حصل قطع لها فستنمو مجددا فهي تصلح نفسها بنفسها على عكس خلايا الحبل الشوكية الغير قادرة على إصلاح نفسها في حال أي تلف وبعد ستة شهور من العملية الجراحية التي خدع لها ديريك كان باستطاعته فعل هذا وبعد أربع سنوات كان باستطاعته عمل أكثر من هذا بكثير إنه يستطيع المشي الآن بمساعدة جهاز للمشي يستطيع قيادة سيارته يمكنه ممارسة هوايتي المفضلة وهي الصيد مع أصدقائه ها هي حياته تعود له شيئا فشيئا ديريك استعمل التعبير التالي أشعر بأنني ولدت من جديد وهذا شيء رائع بالنسبة إلي إنه إنجاز ضخم